بصوا هنا من كتر ما انا بستخدم بقى المكنسة وشفتها اكتر من مرة فمش طالع يعني اي تراب هنا بواريكم بقى المستويات اللي انسيت اداري تشتغلي عليها وعادة يعني بشتغل على اقل مستوى بيكون كافي جدا ان انا خلص كل الارضيات بتاعت الشقة سواء سجاد او بلان وفيها ميزة كمان مهمة اوي وهي الهبا فلتر انتو عارفين الريحة الغريبة كده اللي بتطلع من المكانس لما بنشتغل بيها في العادي هي بتشفوت اتراب من ناحية ومن ناحية تانية بتخرجها بقى ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا النهاردة عندنا فيديو جديد اكتر فيديو الطلب مني الفترة اللي فاتت وهو عن المكنسة بتاعتي بجد دي حرفيا يتقال عليها مكنسة احلامي انتو مش متخيلين هي عملية قد ايه خلينا نهاردة اكلمكم عن كل حاجة تخص المكنسة دي عشان لو في عروسة بتجهز او واحدة حابة ان هي تجيب مكنسة بجد توفر عليها نص شغل البيت تقريبا بعد ما جربتها الاكتر من سنة ونص بجد دي حرفيا اللي يتقال عليها درائك اليمين في الشقة النهاردة هكلمكم عن كل حاجة تخص المكنسة دي هقول لكم ايه المميزات بتاعتها هقول لكم ايه اللي يخليك اصلا تحط فلوسك في مكنسة زي كده وما تحطهاش في مكنسة عادية حرفيا انا من يوم ما جبتها وانا بشكر نفسي كل يوم ان انا اخدت القرار ده وان انا جبتها وعايز اقول له كبان جوزي نفسه بيشكرني كل يوم على ان انا جبت المكنسة دي لانه هو تقريبا بيستخدمها اكتر مني من كتر ما هي سهلة جدا في الاستخدام من كتر ما هي بتنظف انتو مش متخيلين خلينا بقى نشوف مع بعض المكنسة دي حكايتها اول حاجة ان هي من غير سلك فبتقدر ان انت يتحرك براحتك في اي مكان توصلي لكل الزوايا توصلي كمان الاماكن العالية براحتك خالص لان هي من غير سلك فدي اكتر حاجة اصلا مش بتايدك وانت بتنظفي في اي مكان في الشقة كمان ان وزنها خفيف جدا بتقدر توصلي بيها كمان لأي مكان من غير ما تكوني شيء اهم ان مثلا وزنها تقيد او ان هي تتعبلك ايديكي او اي حاجة من الكلام ده كله بيجي معاها قطعتين واحدة منهم دي السيراميك والتانية دي السجاد وفيها ميزة كمان مهمة اوي وهي الهبا فلتر انتو عارفين الريحة الغريبة كده اللي بتطلع من المكنس لما بنشتغل بيها في العادي هي بتشفط التراب من ناحية ومن ناحية تانية بتخرج هوا الهوا ده بقى بيكون لي ريحة كده مميزة فالهبا فلتر ده ده اللي بيخليها تطلع لك الهوا اصلا نقي فلو حد عنده مثلا حسيسية الموضوع ده هتلاقيه عملي معاك جدا ومفيد جدا انت بتنظف الشقة من غير ما يكون في ريحة تريبة كده للتراب اصلا ان قوة الشفط بتاعتها عالية جدا هي عبارة كمان عن 3 مستويات بتشغليها بقى حسب اللي انت عايزين يعني مثلا لو سجادة هتشغليها اللي هو اقل قوة شفط عشان دي بتكون كافية جدا ان هي تنظف لك السجادة كويس قوي انما مثلا في حاجات بقى زي المراتب او الحاجات اللي هي بتبقى متبطنة كده دي بتحتاج لها قوة شفط اعلى او لو فعلا في مكان بقى مش نضيف خالص ومحتاجة مثلا ان انت تغيري المستوي عشان تشفط لك كل التراب اللي موجود في المكان ده كله متاح عايز اقول لكم بقى ان هي سهلة جدا وسريعة جدا وبتقدري حرفيا تخلصي الشقة كلها في دقايق بيجي معها اكسسوارات تفرقوا عليها حالا بس عايز اقول لكم الموضوع بجد بسيط جدا فكرة ان انت تشيلي راس وتحط التانية وتبتدي تنظفي بها المكان اللي انت عايزاه الموضوع بجد ما فيش اسهل منه انا عايز اقول لكم الركنة دي وقت ما اجبتها كنت لسي حرفيا ان شريعها مثلا ببقى ليش شهرين ثلاثة واول مرة كنت تستخدم فيها المكنسة دي طلعت كمية تراب انتو مش متخيلين اللي هو يعني انا اصلا كل التراب ده جمنين انا كنت مستغربة جدا وقتها بس هي حرفيا عارفين التراب اللي هو الناعم او اللي هو يضوب غبار مثلا هي بتقدر تشفوته كويس قوي وطبعا بقى بتغيري مستوى الشفط بتاع المكنسة على حسب انت هتستخدميها فين فانا هنا مثلا مستخدميها على البوست عشان تشفوت لي كل التراب اللي موجود في الركنة وحرفيا بتبقى زي الفل بعد ما بتخلصي مفهاش تراباية ولا من برا ولا من جاو انا حبيت بس اروأ معاكم كده على السريع بصوا هنا من كتر ما انا بستخدم بقى المكنسة وشفتها اكتر من مرة فمش طالع يعني اي تراب هنا بواريكم بقى المستويات اللي انت تقدر تشتغلي عليها وعادة يعني بشتغل على اقل مستوى بيكون كافي جدا ان انا خلص كل الارضيات بتاعت الشقة سواء سجاد او بلاط انا بحب جدا حاجات اللي بتوفر علينا وقت ومجهود وبجد بتبقي بتحط فلوسك في حاجة فعلا في محلها حاجة تعيش معاك وحاجة فعلا تكون عملية تساعدك ان انت تنجزي شغل البيت متاخدش فيه وقت اطول او تبقي شايلة هامة اصلا ان انت تعملي شغل البيت يعني المكنسة العادية بتبقي شايلة بقى هامة انت تحطي مسلا الفيشة وتحركي بالسلك بتبقى حجمها ضخمة وكده انها مسلا مكنسة زي كده هتلاقي نفسك اصلا عايزة تقومي تنظفي من كتر ما هي مسعداكي يعني الروتينات بتاعت الاجانب اللي انا بشوفها دايما دايما بلقيهم بيستخدموا الانواع دي من المكنسة يا طبعا في منها انواع تانية كتير بس بتحس الموضوع سهل كده فانت لو عروسة ودخلة على الجواز لازم تبتدي تحوش لها من دلوقتي حرفيا جد عشان تغيير اكسسورات اللي بتيجي معاها من اسهل ما يكون فانت بيبقى سهل عليك ان انت تمسك اي درج تفضي من كل اللي فيه وبعد جا تبتدي ان انت تنظفيه بأي اكسسور بقى انت حبايا يعني انا هنا استخدمت فرشة وبعدين حسيت ان في اماكن كده مش عارفة اوصل لها فاستخدمت القطع تانية لحد ما خليت الدرج حرفيا مفهوش ولا ترابايا وبعد ما سحت وحطيت الحاجات تانية وزنها خفيف فبقدر اوصل بيها لكل الزوايا بقى اللي موجودة في اي مكان حتى لو هتنظفي بيها فوق الستاير عند الجيبسن بورد عند اي مكان حرفيا بتقدري توصليه منتهى السهولة واحلى حاجة بقى لما بتيجي تفضيها من التراب بجد الموضوع بيكون سهل جدا لان يا دوب انت بتفتحيها كده ولا اديك بقى بتتبهد من التراب ولا بتعفر الدنيا ولا كلام ده كله خالص ودي كده كل القطع اللي بتيجي معاها يمكن انا ايدي بتروح شوية على دول اللي هم التلات قطع دول اكتر حاجة هي بتاعة البلاط وبتاعة السجاد بيجي كمان معاها الستاند ده والستاند ده مش بس بيشلك المكنسة بتقدر انت تحطيه في اي مكان كمان بيشيل قطعتين من الاكسسورات اللي بتيجي معاها اما بقى بالنسبة للشحن فبجد حرفيا مفيش اسهل من كده لانه البطارية بتاعتها داخلية فمش بتحتاج ان تستخدم البطارية وتحطيها بقى في شاحن وبعدين ترجعيها تاني هدوب بتحط الفيشة وتحطيها على الشاحن وهي بقى بتشحن في سلام كده مع نفسها منتهى الهدوء عشان تقدر تستخدميها الورا اللي بعدين طيب نيجي بقى للكلام المهم المكنسة دي سعرها كام بصوا انا اغلى مكنسة جبتها تقريبا كانت اللي هي هيتاشي كانت بحوالي تلاتة ونص وقتها دي وقت ما جبتها كانت بتسعة الاف تمام؟ لا مش تمام لان انا دفعت ضعف سعرها عشان دخلها مصر شحن وجامارك لان انا جبتها عن طريق حد هو يعني زي السيلرز اللي موجودين دلوقتي فهي اخدت مني شحن وجامارك ضعف تبانها في حين ان جارتي وقتها برضو كانت جايبة اللي هي البي سيل بقى اللي هي بتوكنوس وبتخسل السجاجيد وكده جابتها بتمانها عادي جدا كان في حدود الاربعة ونص او خمس تلاف جابتها عشان كان ليها حد برا وهو بعتها لها يعني الموضوع مش عادي جدا فانت لو لكي اي حد مثلا نازل مصر قريب يقدر ان هو يدخلك المكنسة دي كاستخدام شخصي وكده هيبقى احسن بكتير من انت يتعاملي مع اي حد لان هما بجد حرفيا بياخدوا ارقام عشان يقدروا يستلموا الحاجات دي وعشان يقدروا يدخلوها مصر بس عارفين لو تحطوا حاجة في دماغكوا بقى ولازم تجيبوها فانا بصراحة يعني كنت مقتنعة بيها جدا لانها ريحتني بجد من معنى الحرفي للكلام اما بقى لو جينا نقارن ما بين المكنسة بتاعت دايسون في 11 او ما بين اي مكنسة تانية عمتا يعني فكرة المكنسة اللاسلكية دي بتبقى عملية جدا اولا بتبقى خفيفة معاكي تقدير تحرك بيها منتهى السهولة ما بتاخدش مكان الدزاين بتاعها كمان بيكون شكلها حلو بتشحن ببطارية مش مضطرة انت تتأيدي بالسلك بتكون عملية معاكي طول الوقت وبكل الاشكال وبس كده دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة يا رب يكون عجبكوا يكون فاتكوا يكون كمان اضاف لكم حاجة جديدة ما تنسيش تعملي منشن لصحبتك العروسة ان شاء الله الفيديو ده هيفرق معها جدا وهيفدها وكمان عشان تكونوا اخدتوا فكرة كده عن المكنسة لو حابين مثلا انتوا تغيروا المكنسة بتاعتكو او لو حابين تشتروا في جهازكو المكنسة دي بجد عن تجربة كل يوم الصبح هتصحي تشكري نفسك وتبوسيها كده عشان جبت المكنسة دي مش متخيلين بجد عملية قد ايه بس كده اشوفكم الفيديو الجاعة لخير ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة